اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما تم يوليوز المنصرم أفض بنك المغرب أن الدرهم انخفض بنسبة 1.03 مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0.49 مقابل الأورو وذلك خلال الفترة الممتدة من العاشر إلى السادس عشر من غشت لسنة 2023 وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف وبتاريخ 11 من غشت 2023 بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 350 مليار درهم فاصل 6 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.6 من أسبوع لآخر وبنسبة 4.1 على أساس سنوي قالت مؤسسة إعلامية إيطالية متخصصة في شؤون الطاقية إن تنوع المجال الجغرافي يضع المغرب في موقع مورد محتمل رئيسي للطاقة النظيفة بالنسبة لأوروبا التي يعرف طلبها تزايدا مضطردا وقال المنور الإعلامي إن المشاهد الطبيعية الشاسعة في المغرب والامتداد الصاحل الكبير والمناخ المشمس مقاومات توفر للمملكة إمكانات واسعة نطاق لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية مشيرا إلى أن قرب المملكة من أوروبا يتيح لها أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة في الاتحاد الأوروبي ارتفع تسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء قبل بيانات تصدر في وقت لاحق من المتوقع عن تظهر تراجعا في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة لكن استمرار المخاوف إذا أتباطئ الاقتصاد الصيني حد من الصعود هذا وارتفع خام برينت عشر سنتات إلى 84 دولار للبرميل فاصلة 56 وزاد خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي تسعة سنتات إلى 80 دولار للبرميل فاصلة 81 نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله